الظنوب الظلمة ما يحقر ما يقول ده زنب صغير وأنا بعدين بعد أكبر وكذا 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 الزنب ده قد يهلك كما قال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وقال ابن القيم رحمه الله في الداي والدواء نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد وهذه الخواطر الواجب على الشباب أن يدافعوها وإلا فأكثر معاصي الشهوات من أكثر تأجيجها من أكثر أسبابها الخواطر تجي خاطرة خيالات والزولة وما قطع الخيالات دي بتذكر الله وبتذكر الدار الآخرة وبانشغال بالطاعة قادته هذه الخواطر إلى المهالك إلى المهالك ما تتسطرد مع الخواطر البجيك في راسك خاطرة بتاعت شهوة إلى غيره إلى آخره فتبقى لك سبب هلاك وإنما تتق الله ربك سبحانه وتعالى وفي ختام هذه الكلمة يسير العبد إلى الله تعالى بأن يتوب إليه وأن يقبل عليه بقلبه وبكليته وأن يقوم من الليل فيتدرع بين يديه سبحانه وتعالى وأن يشكو إليه هذه المصائب وهذه المحن وأن يتذكر الموت والآخر والقبر وأن يصاحب الصحبة الصالحة التي تعينه في هذا الطريق كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وأن يحرص الكل على طلب العلم لو في رسائل زين رسائل دي والكتب والآن عندكم معرض الحمد لله الناس تخش تقرأ الكتب تستفيد والزول يحوذ نفسه أي معلومة يتعلم يعمل بها ويجاهد نفسه أعظم المجاهدة أعظم المجاهدة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من استولت عليه الشهوات لا يصح له زهد ولا ورع الزهد اللي يتبع الشهوات ده زهد مبصح ولا ورعه كيف زاد في الدنيا وهو متعلق بالشهوات وقال ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء ومن غلبته شهوته وغضبه خاف من كل شيء حتى من ظله يخاف من أي شيء والبغلب شهوته وغضبه ده بكم مهاب بكم مهاب فالإنسان يستقيم ويتق الله سبحانه وتعالى وينشر الخير والزولة جماعة العرف خير ما يكتفي به نفسه صاحب البيت صاحب فلانا لما فلانا تستقيم وتحرص على الخير تقديم الخير لا هو الولد يصاحب فلانا من الناس حتى يستقيم وكذا وكذا والناس تجتنب كل أسباب الهلاك جزاكم الله خيرا على حسن السماء بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا